عداء أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاستعدادات والترتيبات لأداء موسم الحج هذا العام أجرت الوزارة قرعة إلكترونية شملت 371 تجمعا سكنيا لاختيار أسماء المقبولين لأداء فرضة الحج والمحدد عددهم هذا العام ب6600 من أصل 29600 كانوا قد سجلوا أسماءهم لأداء الفرضة حيث كان نصيب المحافظات الشمالية 4015 حجا أجرينا الكرة الجديدة لهذا اليوم حيث تم تسجيل عدد حجاج لهذا العام 29600 والعدد المحدد للضفة وقطاع غزة 1600 حج نصيب الضفة الغربية 400015 حج منها كما أعلننا رسوم الحج لهذا العام هي 2555 دينار أردني نظرا لطروف وجود درائب على المساكن وعلى الخدمات التي تشترى في المملكة العربية السعودية الوزارة حرصت على تقديم وتوفير كامل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام حيث أنهت كافة ترتيباتها المتعلقة بالسكن والفنادق والحافلات بشكل يضمن راحة الحجاج ويوفر لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها تم استئجار الفنادق في كل من مكة المكرمة والمدينة منورة كذلك تم استئجار الحافلات التي ستقل الحجاج لهذا العام بخصوص السكن هو مساكن طبعا فنادق مصنفة أربع نجوم وخمسة نجوم في كل من مكة والمدينة كذلك في وسائل النقل تم استئجار حافلات أردنية مرسيدس موديلات 2011 إلى 2017 لكي تتناسب والوضع الحر الحج هذا العام سيأتي في موسم في ذروة الحر وبالتالي نحن حرصنا أن تكون الحافلات مكيفة السكن مكيفة جبل عرفات خدمات مخيم عرفات ومنها أيضا ستكون خدمات مكيفة ومجهزة حسب الوصول يشار إلى أن ارتفاع حصل على رسوم الحج لهذا العام حيث تم إضافة عشرة في المئة كرسوم وضرائب على السكن والخدمات المقدمة لتصبح تكلفة الحج 2555 دينارا أردنيا لكل حج هذا وسيتم فتح باب دفع الرسوم اعتبارا من الرابع والعشرين من هذا الشهر وحتى الثالث من الشهر المقبل لتلفزون فلسطين حنين الحلو شكرا